من واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد خالد خيري أهلنا بك خالد ضعنا في سياق آخر ما يقف عليه الموقف الأمريكي حيال هجوم أرامكو وطبيعة الرد المتوقع نعم لينا ربما الرد الأمريكي يتمهل قليلا حتى الآن ولكن هناك عدة خيارات موجودة على الطاولة ناقشها مايك بينس نائب الرئيس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي وأيضا مع كبار المشرعين الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الخيار الأول هو ما ذكره الرئيس دونالد ترامب منذ قليل وهو تكليف وزارة الخزانة بفرض عقوبات جديدة قاسية على النظام الإيراني الخيارات الأخرى منها العسكري مطروح على الطاولة الولايات المتحدة تنتظر ما سيستمع إليه مايك بومبي وزير الخارجية من السعودية ومن الإمارات اليوم حول هذا الهجوم الإرهابي وبالتالي الولايات المتحدة بصدد اتخاذ القرار إما بشن ضربات عسكرية محدودة كما صرح بذلك عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية وإما تكوين تحالف لعزل إيران وإدانتها في مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تعقد الدورة الرابعة والسبعين خلال الإسبوع المقبل إذن الولايات المتحدة لا تستبعد أي من الخيارات بما فيها الرد العسكري المحدود داخل الأراضي الإيرانية كما ذكر أحد كبار المشرعين لينزي جرام ويدعو الإدارة لضرب منشآت نفطية إيرانية وضرب مراكز للحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه إيران كمنظمة إرهابية نعم خالد يعني تبعنا قبل قليل المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع السعودي بالدلائل التي تتحدث عن الطائرات الإيرانية التي استهدفت موقع أرامكو هل سيسرع ذلك من الرد المحتمل أمريكيا نعم مالينة صحيح وهذه المعلومات التي أوردتها المملكة العربية السعودية منذ قليل حول هذا الهجوم الإرهابي وتفاصيل حول مسئولية وضلوع إيران في ارتكابه تتوافق مع الرواية الأمريكية التي تؤكد أن هذه السواريخ لا يمكن أن تنطلق من الأراضي اليمنية وأنها انطلقت من جهة الغرب أي من جهة إيران وبالتالي الولايات المتحدة الآن تتبلور لديها الرؤية ويتبلور لديها الرد الذي سيكون كما ذكرت لك ربما في صورة ضربات محدودة الرئيس الأمريكي على الرغم من أنه قال أن واشنطن لا تريد حرب شاملة في المنطقة نظرا لأنه في وضعية انتخابات رئاسية ولكنه في موضع يمكنه من إصدار التعليمات بشن ضربات عسكرية محدودة داخل الأراضي الإيرانية حتى بدون الرجوع إلى الكونغرس الأمريكي على ضوء هذه الزيارة لوزير الخارجية ما هي خيارات الرد المحتملة بحسب ما يدور بالأوساط الأمريكية خالد؟ نعم الولايات المتحدة الأمريكية تضع الخيار العسكري على الطاولة هناك قرار لم يصدر بعد من الإدارة الأمريكية بشأن توجيه ضربات محدودة لمواقع إيرانية على الأرض لنا خاصة المواقع التي يتمركز فيها الحرس الثوري الإيراني ولكن الولايات المتحدة لا تريد إدراج هذا الخيار بسرعة قبل الاستماع إلى المملكة العربية السعودية والإمارات في هذا الشأن هناك مسائل لابد أن تدرج في الحسبان لدى الإدارة الأمريكية تدعيات قرار ضرب إيران تأثير ذلك على الاقتصاد والسلم الإقليمي والدولي ومن هنا تنتظر الولايات المتحدة حتى تكون الأدلة كاملة وذامغة ونتائج التحقيقات تصدر من المملكة العربية السعودية وكما ذكرت لك لنا هي تتوافق مع البيانات الأمريكية ولكن الولايات المتحدة وطبقا لمسؤولين كبار في الإدارة ستتخذ إجراءات راضعة ربما يكون منها شق عسكري باتجاه إيران شكرا جزيلا لك خالد خيري مرسلنا من واشنطن شكرا جزيلا لك